موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وينت مشاهدين الكرام كما عودنا حضراتكم الكثير من القضايا والأحداث التي نعرضها لحضراتكم على شكل منشورات وتغريدات وآراء للكثير من الناشطين والناشطات وكذلك السياسيين والإعلاميين والكثير الذين يعبرون عن آرائهم في الكثير من القضايا والكثير من الأحداث والتي نعرضها لحضراتكم في حلقاتنا وفي برنامجكم اليومي برنامج وينت مشاهدينا اليوم كثير من القضايا كثير من الأحداث نتابعها في العديد من المنشورات وآراء الناس لكن بعد فاصل قصير تكرما ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد المناضل نجيب قحطان الشعبي انتقل إلى جوار ربه يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر لعامنا هذا ويعتبر نجيب الشعبي نجل أول رئيس للشطر الجنوبي بعد طرد المحتل البريطاني أيضا المناضل نجيب الشعبي أحد المشاركين في ثورة الرابع عشر من أكتوبر إلى جانب والد الشارك في هذه الثورة وهو شاب أيضا أحد الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية في العام 1990 انتقل إلى جوار ربه يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر وخور هذا الموضوع كتب عنه المناضل عصام دويد عصام دويد الذي يعتبر أحد مرافقي الشهيد الزعيم رحمة الله عليه ويعني يعتبر كظل الشهيد الزعيم رحمة الله عليه كتب عن الفقيد نجيب الشعبي وقال خالص العزاء والمواساة للأخوة قحطان ومحمد نجيب الشعبي وجميع أخوانهم وأسرة آل الشعبي في وفاة والدهم المناضل الأستاذ نجيب قحطان الشعبي كما هو العزاء موصول للصبيحة خاصة وجميع أبناء الجنوب واليمن عامة فالفقيد أتى من أسرة معروفة بنضال وكان والده المناضل قحطان نجيب الشعبي أول رئيس لدولة الجنوب بعد استقلالها من الاستعمار البريطاني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون ومشاهدين الكرام باحتفاء الكثير من الناس بـ 22 من مايو من العام 1990 وأيضا التضليل الإعلامي عبر ميليشيات القوثي واحتفائها الشكلي فقط حتى يعني تدغضغ مشاعر الناس وحتى يعني تعمل على إيصار رسائل أنهم مع الوحدة وأنهم مع الجمهورية بينما في حقيقة الأمر هذه عبارة عن ميليشيات كهنوتية تسعى لعادة ماضي التخلف والراجعية ماضي الكهنوت فعندما الملاحظ لأفعالها وتصرفاتها يلاحظ أنه بتحتفل بالصرخة أسبوع الصرخة وما يسمى بيوم الصرخة والأيام الخاصة بها بشكل أفضل مما يتم الاحتفاء به للمناسبات الوطنية كالثاني والعشرين من مايو والسادس والعشرين من سبتمبر فقط لإيهام الناس عندما يقوبون بالاحتفاء عبر وسائل إعلامهم أو عبر قياداتها أو ناشطيها فقط ليعملوا لإيضاح رسالة لأنهم مع الجمهورية وفي حقيقة الأمر والمتابع والذي يدرك الواقع يعني يتأكد أنه هذه يعبر عن نشيات كهنوتية تسعى لعادة ماض من الظلام والسؤدد أيضا حول هذا الموضوع كتب محسن الميدان وقال أيهما أهم الوحدة أم الصرخة لماذا يتم الاحتفاء بذكرى الصرخة لأكثر من أسبوع بينما لم يتم الاحتفاء بيوم الوحدة بشكل لائق وعن أولئك الذين شاركوا في نكبة العام 2011 وما آلت إليه الأوضاع إلى يومنا هذا مشاهدين الكرام هناك يعني من قاموا بقيادة تلك النكبة وتلك يعني الزوبع الحاصلة في العام 2011 العام المشؤوم اليوم هم في يعني نعمة وفي راحة تامة يعيشون في أفخم وأفخر الفنادق لديهم شقة خاصة بهم أبناؤهم يدرسون في أفخم الجامعات وأفخم المدارس للأسف الشديد الذين تم تغرير بهم تم زجهم في حربها وفي معاركها العبثية جماعة الأخوان والمسلمين وأيضا جماعة الحوثي استغلوا البسطة واستغلوا مطالب الشباب في ذلكم والحين واستغلوا حاجة الناس للوصول إلى أهدافهم وإلى أطماعهم محمد البداي مشاهدين الكرام كتب حول هذا الموضوع وقال شركاء نكبة فبراير أمورهم تماما تمام مدارس أهلية وجامعات أهلية وبيبنوا شبابهم ويعلموهم وشباب المؤتمر لهم الله يرعوا غنم والتقى قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح بعدد من التجار في مدينة المخى وعمل على إيصال عدة رسائل اليوم هناك حركة كبيرة جدا من قبل قيادة المقاومة الوطنية والقوات المشتركة بشكل عام لإظهار الصورة الرائعة لمدينة المخى والانتقال من الحرب وأيضا الحياة السوداء التي كانت تعيش هذه المدينة ويعيش وأبناؤها في عهد ميليشيات الحوثية اليوم هناك تدور للخياة وأيضا هناك عودة للخياة بشكل تدريجي وملحوظ وذلك من خلال ما تقوم به المقاومة الوطنية من جهود مكثفة لعادتها إلى واجهة المدن التي تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء حول هذا الموضوع كتب الكثير من الناشطين ولقاء العمي الطارق محمد عبدالله صالح بعدد من التجار وبداية بمنشور عبدالسلام القيسي الذي كتب حول هذا الموضوع وقال قال لي هل طارق في الساحل يقاتل الحوثي أم يوجه التجار والمستثمرين وينمي المخى تعال يا صديقي أحدثك صحيح العميد هنا لقتال الحوثي وقد أنجز ولازال ينجز بميدان القتال دون ضجيج وستدركون انجازاته في ساحة المعركة بعد التحرير لا أقصد الانجاز الظاهر الذي ترونه ورأيتمه قبل ستوكولم بل أقصد ما حققهم بعد توقف المعركة والتي سر الانجاز المكنونة ما يتميز العمي الطارق به أنه أثناء المعارك والانجازات الملحمية لا يكره شيء أكثر من الكاميرات في ساحة انجازاته العسكرية بالنسبة للتجار يعيش الناس حالة صعبة جراء تفاقم الأسعار وغلى المعيشة وبرمتهم في كل الجمهورية ومن منطلق كونه الطارق هنا رمزية وليس كسلطة والرمزية تأثيرها في قلب المجتمع كبير يحاول أن يرشدهم وأن يكون عونهم بمختلف السبل والمجالات إنه الطارق يعني أن العميد يمتزج بهموم المجتمع المخاوي والساحلي ككل فلا يمكنه التغاضي عما يعاني الناس فهو روح الزعيم والزعيم لا يغض طرفه عن معاناة الناس وحاجاتهم وإلا لما كان الطارق في ذات الموضوع أيضا كتب حمود المخلافي وقال دور السلطة المحلية أن تهتم بمشاكل وهموم المواطن في المخاة مثلها مثل أي مديرية ومحافظة أو منطقة ولكن طارق يحاول جاهدا أن يكون طريقه إلى صنعاء كله ذكريات خير خصوصا بعد أن مرت ميليشيا الموت من هناك تاركة وراءها الدمار والدماء فتراه يدعم السلطة المحلية هنا وهناك وكلامه اليوم مع التجاري دفع أخرى إلى الأمام لأجل المخاء وأبناء المخاء من المعروف مشاهدين الكرام أن ميليشيات القوثي أينما مرت يحل معها الخراب والدمار وهذا معروف عن الجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران والذي يتابع يضع مقارنة بسيطة يعني ماذا فعلت ميليشيات إيران في العراق وماذا عملت ميليشيات إيران في لبنان وماذا عملت ميليشيات إيران في بلادنا في اليمن وماذا عملت ميليشيات إيران في سوريا والكثير من الدول أينما مرت هذه الميليشيات وهذه الجماعات يحل معها الخراب والتدمير أيضا حول ذات الموضوع واللقاء الذي جمع العميد طارق بعدد من التجار كتب عبدالله الحميري وقال العميد والتجار والمخى والساحل في نهضة اقتصادية واستثمارية نوعية البناء هو عنوان هذا القائد لجانب الدفاع عن الجمهورية والثورة ومكتسباتها من صلف ميليشيا الموت الحوثية الإمامية الحاقدة العالقون في الهند مشاهدين الكرام أيضا موضوع آخر وهو موضوع الرق الكثير وموضوع مؤسف للغاية نظرا لتغاضي الحكومة عما يحدث للعالقون في الهند والكثير من الدول هناك تغيب من قبل الحكومة وهناك مناشدات أيضا بعمل شيء لإنقاذ أولئك الناس الذين يعانون أوضاعا معيشية سيء رشاد الصوفي كتب حول هذا الموضوع وقال اليمنيون العالقون في الهند يطالبون الحكومة بسرعة إجلائهم فقد بلغت معاناتهم عنان السماء في ظل جائحة كورونا أصبح العالقون ومنهم نساء وأطفال منذ إعلان الحكومة اليمنية وقف الرحلات إلى الهند مهددون بالموت في كل لحظة نأمل من الحكومة عادة النظر في قرار وقف الرحلات وإجلاء العالقين مشاهدين الكرام بالانتقال إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر كثير أيضا له آراء مختلفة حول الكثير من القضايا بداية بمصطفى السيد الذي غرد حول ما تقوم به المقامة الوطنية هناك رجال يقومون بواجبهم الدفاعي وبواجبهم الوطني في مواجهة ميليشيات الحوثي على أرض الميدان وهناك من يقوم بالبناء والإعمار ومساعدة الناس في الساحل الغربي بعد أن حولته ميليشيات الحوثي إلى أرض قاحلة وإلى مكان لزراعة الألغام والاستهداف وإخضاع وإذلال أبناء تلك المناطق في الساحل الغربي هناك نبذة مختصرة عن مدينة المخاوة التي كانت في عهد ميليشيات الحوثي مملوئة بالأشعارات الطائفية والحزبية أيضا السجون التي كانت موجودة هناك كانت مملوئة بأبناء تلك المنطقة المظلومين وكذلك الذين مارست في حقهم ميليشيات الحوثي شتى أنواع الانتهاكات والإجرام للمتابع والذي يضع قدمه في مدينة المخا يدرك تماما مدى التغير الذي حدث بعد رحيل هذه الميليشيات وطردها ودحرها من هذه المدينة على أيدي أبطال القوات المشتركة أبطال القوات المشتركة الذين يخوضون اليوم معركة شرسة على أبواب مدينة الخديدة ويقومون بالإسناد للسلطة المحلية والوقوف إلى جانبها ومساعدة أبنائها اليوم والمقامة الوطنية بقيادة العام الطارق محمد عبدالله صالح يضعون التغيرات ويحاولون وضع التغيرات التي تتناسب مع حياة المواطنين ويحاولون أيضا جاهدين أن يقفوا إلى جانب المواطن الساحلي بمختلف الطرق إذن كتب مصطفى السيد وغرد حول هذا الموضوع جهود المقامة الوطنية وقال ما إن وضعت المقامة الوطنية أقدامها في الساحل الغربي إلا وبدأت في العمل على تحصين أوضاع المواطنين لجانب العمل العسكري الذي ساهم بشكل كبير في خلق أجواء مستقرة جعلت المواطن يفكر جليا بالبناء والاستثمار وممارسة حياة اليومية بشكل طبيعي وهذا الأمر حرص وأشرف عليه شخصيا ألقاء الطارق أيضا في ذات الموضوع كتب العميد محمد يحيى جسار وقال مدينة المخى تكبر المخى أول بوابة لليمن منها أبحر مركب تجار معين وسبا وحمير ومنها غادر موكب بلقيس إلى شاطئ فلسطين وحطب الخليل وإقامة أول صلاة بالقدس وكل يوم تفاجئ مدن اليمن بثوب قشيب وتقول اليوم أنا أجمل ولللائمين قالت يا ليتهم لاموا وحاموا خولنا كان أعانونا ولموا شملنا عن ميليشيات الحوثي مشاهدين الكرام كتب عبد الكريم المدي وقال العالم كله صار يدرك حقيقة ميليشيات الحوثي حاولت التهرب من كونها وكينونتها ومشروعها إرهاب وطائفية وعنصرية تحاول اختطاف شعب بتاريخه وحريته وحقه وحقوقه لكنها اصطدمت بنفسها وارتدت سهامها إلى صدورها تذكروا المثل الذي يقول حبل الكذب قصير الكذب لا يقود مشروعا أو يقنع عالما أبدا تقارير مشاهدين الكرام أكدت أن اليمن من ضمن الدول الأكثر يعني مكانا لانتشار الحشيش والمخدرات بسبب الجماعات التي تعمل على تهريبه ليتعاطاه الشباب والذين يتم التغرير بهم في معارك حربها العبثية منهم جماعة الحوثي معروف عنها أنها من كبار المستوردين والذين يستوردون الخشيش بشتى أصنافه وأنواعه لشباب اليمن لإفساد شبابنا وكذلك تزج بهم في معاركها العبثية المقاتل في صفوفها يعمل على الاستماتة بشكل كبير جدا وكأنه مدافع عن والدي وكأنه مدافع عن عضي كما تصور الميليشيات له ذلك يعني عندما يخرج يقاتل يرى من اليمن الذي أمامه بأنه جند أمريكي أو جند إسرائيلي فبالتالي يذهب إلى الموت وهو مقتنع تماما ولا يعود إلا جثة هامدة بسبب ما تقوم به للميليشيات الحوثي من تغرير ومن إعطائه أشياء تجعل عقله يذهب كتب حول هذا الموضوع يعني من المعروف أيضا أنه إيران من الأماكن الأكثر انتشارا للحشيش والمخدرات حول العالم وهذا شيء أصبح حتى في الشوارع العامة شيء عادي وبسيط جدا كتب حول هذا الموضوع الدكتور محمد جميح وقال في الوقت الذي تتصاعد فيه للتهمات الدولية لمحور الحشيش الإيراني بمحاولة غراق دول بعينها بتجارة المخدرات لتمويل عملياتها التخريبية يبدو أن المجتمع الإيراني يغرق يوميا أو يوما بعد آخر في هذه الآفة التي أصبحت شوارع طهران تعج بالذين يتعاطونها وصلنا مشاهدين الكرام ومشاهداتنا الكريمات إلى خسام هذه الحلقة قال يومنا هذا نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير أنتم الوطن بألف سلامة وعافية في رعاية الله اشتركوا في القناة